هل يجوز الصعود على ظهر الكعبة؟ نعم إذا دعت لذلك حاجة هل تجوز الصلاة على سجاد عليها صور للكعبة؟ إذا كانت هذه الصورة ما رح تشغلك عن الصلاة فيجوز هل صلى النبي داخل الكعبة؟ ابن عباس نفى وبلال أثبت أن النبي صلى داخل الكعبة والمثبت مقدم على المنفي هل سبق وأن أغلقت الكعبة؟ نعم أغلقت في زمن القرامطة هاجموا الحجاج وقلعوا الحجر الأسود بعد وفاة النبي تقريباً بـ 306 سنين هل سبق وهدمت الكعبة؟ نعم هدمت وبنيت عدة مرات هل يوجد كنز تحت الكعبة؟ قال النبي فإنه يستخرج كنز الكعبة الكيفية الله أعلم هل ستهدم الكعبة بين يدي الساعة؟ نعم لقول النبي في البخاري يخرب الكعبة ذس ويقتين من الحبشة هل في كل سماء كعبة؟ لا ما في دليل هل يجوز الطواف بالكعبة بدون وضوء؟ عند الجمهور لا يجوز عند أبي العباس بن تيمية يجوز هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ لا ما في دليل ما هو الحكم في الطواف حول الكعبة؟ يا أخي هذا أمر تعبدي قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دوا إلى الله ورسولين ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا هل يجوز تقبيل الحجر الأسود بالكعبة؟ يجوز قال عمر في صحي البخاري ومسلم والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي قبلك ما قبلتك هل تجوز صلاة الفريضة داخل الحجر بالكعبة؟ نعم تجوز ما هو أجر الصلاة عند الكعبة وفي مكة لأن مكة كلها حرم مئة ألف صلاة هل يكون الدعاء مستجاب عند الكعبة؟ هو أقرب للإجابة بإذن الله هل يشرع لمس الكعبة؟ يجوز فقد كان بعض الصحابة يلصقون صدورهم وخدودهم عند الملتزم هل يجوز الحلف بالكعبة؟ لا قال النبي في البخاري من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت هذا والله أعلم سلام عليكم